المؤرخ الإسرائيلي التقدمه إيلان بابي له كتاب جديد عدن الفلسطينيين في إسرائيل والكتاب تحت عنوان الفلسطينيون المنسيون فورغتنج فلسطينيين يعني بمعنى أن هناك مليون ونص فلسطيني داخل إسرائيل هم منسيون بمعنى أن العالم لا يعرف عنهم ولا يعرف عن قضاياهم والعالم ينظر إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وأن قد تكون هناك فيها عرب ولكنهم يعيشون بمسواء وإلى آخره الآن هذا الجهد الدولي يفضح زعم إسرائيل بديمقراطيتها ويأتي ليقول أن خمس من المواطنين العرب ومن أصحاب البلاد الأصليين يعانون التمييز ويعانون الإقصاء ويعانون الاضطهاد وهدم بيوت وعدم الاعتراف ببلداتهم وإلى آخره من قضايا أساسية نواجهها وهذا موضوع مركزي الآن المحاولة الأولى هي أن يعرف العالم عن هذه القضايا المحاولة الثانية هي أن نطلب منه أن يتحرك ونحن نقوم بذلك يعني الآن عندما يعرف البرلمان الأوروبي قضيتنا فهو يستطيع أن يتوجه إلى الخارجية الأوروبية إلى مكتب موغريني مسؤولة العلاقات الدولية وأن يطلب معلومات عن مثلا قانون القومية أن يطلب معلومات عن هدم البيوت أن يطلب معلومات عن مسطحات البيوت العربية وأن يسألها لماذا لا تطلب ذلك لماذا تسمح بهذا الشأن وهذا مهم اشتركوا في القناة